في عام 122 ميلادية قام الامبراطور الروماني هادريان ببناء جتار هادريان داخل جزيرة البريطانية لفصل الاراضي التي يسيطر عليها الرومان عن الاراضي التي يسيطر عليها قبائل كان يصفها الرومان بالهمجيين بل ان جيش يوليس قيصر عندما حاول محاربة هذه القبائل انتشر الرعب بين جيشه فهناك اخبار عن وحشية هذا الجيش وهناك قصص حول اكل هؤلاء للحوم اعداءهم وهذه القصص كانت منتشرة بين الجنود وتعتبر بينهم امر واقعي هذا الحدث التاريخي كان الالهام الذي استخدمه الكاتب جورج ار ار مارتن للجدار الذي يمنع المتوحشين من دخول اراضي الممالك السبعة في وسترس لكن اهم الاحداث التي اقتبس منها الكاتب احداث رواية اونية الثلج والنار والتي اقتبس منها مسلسل صراع العروش هي ما تسمى في التاريخ باسم حروب الورود وهي سلسلة من الحروب الاهلية في اواخر العصور الوسطى في انجلترا والتي شهدت قتال بين عوائل يورك ولانكستر على العرش الانجليزي امر اقتباس احداث تاريخية حقيقية ضمن روايته ليس بالامر الجديد على جورج ار ار مارتن وهذا الامر بالتأكيد ايضا ضمن المسلسل الجديد هاوس اوف دراكن والمقتبس من كتاب فاير اند بلوت الاحداث الاكثر التي اقتبس منها جورج هي من التاريخ الانجليزي والحدث الرئيسي التي اقتبس منه الكتاب هو الحرب الاهلية حول التاج البريطاني والتي تحمل اسم الفوضى او الحروب اللاسلطوية والتي كانت بين عوام 1134 حتى 1153 حسب مارتن فهو يحب كثيرا اقتباس قصص من التاريخ وتغييرها لتكون جزء من التاريخ الخيالي الذي كونه في رواياته تجد مثلا الحديد الفاليري والمقتبس من قصة الحديد الدمقشي الاسطوري والنار الخضراء من النار الغريقية وطبعا الزواج الاحمر اهم الاحداث في الرواية الاصلية مقتبسة اساسا من حدثين من التاريخ الاسكتلندي فهناك مذبحة جلينكو في عام 1692 حيث ذبح اعضاء عشيرة مكدونال ضيوفهم كامبلز والحدث الاخر هو العشاء الاسود في عام 1440 حيث تمت دعوة ايرين دوغولوس الشاب وشقيقه لتناول العشاء في قلعة ادنبرا من قبل الملك جيمس الثاني والبالغ من العمر عشر سنوار وهناك تم قتلهم عند البدء بعصف اغنية معينة مارتن اراد باتباع هذا الاسلوب ان يكون عالمه به لمحة من التاريخ الحقيقي ففي الحياة الحقيقية لا يوجد بطل لا يمكن ان يموت كما في كل روايات الخيار وفي الحياة لا يمكن التنبؤ بالتقلبات والاحداث هذا الاسلوب التبعه مارتن في الرواية الاصلية وطبعا ايضا في رواية النار والدم والمقتبس منها المسلسل الجديد نعود لاحداث الفوضى او الحروب لا سلطوية في هذه الفترة دارت حروب بعد وفاة الملك هنري الاول ملك انجلترا في عام 1135 الملك هنري كان يحكم لمدة 35 عام وكان لديه حسب بعض المصادر 27 طفل لكن من بين هؤلاء الاطفال فقط اثنين كانوا شرعيين من الزواج الرسمي كان العرش رسميا بين اثنين شرعيين وهم ابنة الملك متلدا والتي تلقب بمود وشقيقها الاصغر ويليام في تلك الحقبة الزمنية كان الملك في انجلترا يتبع نظام البكورة الذكورية بل ان هذا القانون كان رسمي حتى الغدته ملكة بريطانيا في عام 2013 لكن حسب هذا القانون فان ويليام هو الوريث الاحق لعرش انجلترا لكن قبل وفاة الملك توفى الوريث الشرعي في عام 1120 حيث غرق ويليام اثناء محاولة انقاذ احدى خواته من البحر بعد غرق سفينتها اما عم متلدا فكانت قد تزوجت الامبراطور المقدس وحملت لقب امبراطورة ولكن في عام 1125 توفى زوجها وعادت لنورماندي والتي كانت تحت سيطرة الملوك الانجليز النورماند ولهذا في عام 1127 جمع الملك كل النبلاء والبارونات واجبرهم على اداء القسم لمتلدا كوريثة شرعية لعرش انجلترا رغم انها اساسا كانت وريثة شرعية للعرش بحكم انها الوريثة الشرعية الوحيدة المتبقية من عائلة الملك لكن في ذلك الوقت فكرة وصول امرأة كملكة على عرش انجلترا امر غريب وغير متقبل للشعب والنبلاء في انجلترا ورغم ان الشعوب التي عاشت في ارض انجلترا حكمها سابقا ملكات مثل بوديكا التي حكمت قبيلة من قبائل ارض انجلترا الف عام قبل الجلسة التي ادى فيها نبلاء انجلترا القسم لمتلدا كوريثة للعرش وهنا كان الملك هنري متخوف من ردة فعل النبلاء عن اعلانه عن ابنته كوريثة للعرش وهذا كان سبب اجبارهم على التقديم الولاء في هذه الجلسة وعند وفاة الملك في عام 1135 كانت متلدا متزوجة من زوجها الثاني جيفري من انجو من عام 1928 وانجبت من ولدين كانت الاميرة متلدا مع زوجها في شمال فرنسا عند الاعلان عن وفاة الملك وعند وصول خبر وفاة الملك انتقلت الاميرة للندن المطالبة بعرشها ولكن ابن عمها ستيفن كان قد سبقها واعلن عن نفسه ملك فهو الذكر الثاني من عائلة الملك كل هذا رغم انه قد اقسم بالولاء لمتلدا في مجلس عام 1127 وعندما سئل عن سبب تغيير رأيه بعد وفاة الملك قال بانه اقسم بالولاء لها لانه كان يعلم بان الملك سيغير من رأيه قبل وفاة لمصلحة انجلترا لتندلع حرب اهلية عنيفة وصفها احد المؤرخين بانها كما لو كان المسيح والقديسين قد ناموا وتركوا انجلترا تعيش حالة من الفوضى وفي عام 1139 استطاعت متلدا غزو انجلترا لتحكم باسم سيدة انجلترا والنورماندي لتندلع مرة اخرى صراعات في عام 1141 وتدراجع لحكم النورماندي فقط في عام 1148 ليتولى بعدها ابنها الاكبر هنري الحكم حسب المؤرخين متلدا لم تحظى باي شعبية حقيقية ولم تكن محبوبة وستيفن كان صاحب شخصية ضعيفة والكثير يسيطر على قراراته حتى ان شقيق ستيفن الاصغر خانه وانتقل لحزب متلدا لاشهر اليوم عندما تدخل موقع رسمي لعائلة المالكة البريطانية وتقرأ تاريخ الحكام ستجد بان فترة الحرب كانت تسمى بعهد ستيفن ومتلدا هذا يبين لك مدى الفوضى التي كانت تعيش فيها انجلترا في ذلك الوقت انتصر ابن متلدا على ستيفن ورغم هذا تم الاتفاق بين الطرفين على السلام وفيها وافق ستيفن على ان يعلن عن هنري ابن متلدا كوريث له وبعد عام من هذا الاتفاق توفى ستيفن وتوفى الابن الوحيد له ليستقر الحكم بيد هنري ابن متلدا ويحكم باسم هنري الثاني رغم هذا كله لم يكن حكم هنري الثاني حكم مستقر كما قد تعتقد ورابعا اترك هذه القصة لسلسلة انجلترا المستقبلية لكن السؤال الذي قد يتبادر لذهنك لماذا تخوف من وصول ملكة في ذلك الوقت اولا لم يكن هناك اي سابقة قبل متلدا في عهد الانجلوسكسونية في انجلترا ورغم ان قصص الملكات العظام في التاريخ من مختلف الحضارات منتشرة في انجلترا في ذلك الوقت لكن الناس لم يكنوا متقبلين لا اتربة من وصول الحكم في ذلك العهد ايما النورماندي والتي عملت كوصية على حكم ابنها في الدنمارك كانت تخوف الاخر من قبل النبلاء ضعف النساء فكان حمل الاميرة متلدا في نفس وقت موت الملك سبب حقيقي لاثارة الشكوك حول قدرتها على الحكم وايضا كان وضعها الصحي خلال ولادتها لابنها الثاني قبل 18 شهر مثار حديث النبلاء حيث كانت قريبة من الموت في ذلك الوقت طبعا حالة الصحية كانت سبب حقيقي في تأخر الوصول للندن المطالبة بحقها النبلاء كانوا يقولون بان الملكات في خطر دائم من الموت بسبب الحمل والولادة وهذا قد يسبب زعزعة في انجلترا وهناك ايضا الخوف من ان يكون لزوج الملكة تأثير وان يكون ملك غير رسمي وهذا كان سبب في عدم زواج الاليزابيث الاولى وكان ايضا سبب رفض زوج الملكة فيكتوريا الامير البرت لقب الملك زوج ماتيلدا جيفري من انجو لم يكن معروف في انجلترا ولم يعرف توجهه وارعه اضافة لهذا كان الشعب اساسا غير مستوعب لفكرة وجود ملكة كثير من البارونات كانوا متشككين من قدرة ماتيلدا على الحكم اما عن التشابه بين كل هذا ورواية جورج فنفس الامر حدث لاميرة رينيريا ففي مشهد في المسلسل نجد الشعب يسخر من فكرة وجود امرأة كملكة رغم انه في عالم جورج التخيلي لم يكن هناك قانون مكتوب ضد تواجد ملكة جورج ار ار مارتن اساسا لا يضع شخصية او حدث تاريخي على انه بشكل كامل متواجد في الرواية لكنه كما يقول فانه يأخذ من بعض الاحداث او الشخصيات ويدمجهم بشكل عام يقوم مارتن بوضع تشابه بين عالمه والقرون الوسطى في اوروبا على سبيل المثال يكرر كثيرا استخدام اسماء معينة هذا الامر مشابه في القرون الوسطى حتى في احداث حرب متلدا وستيفن فمتلدا ملقبة باسم مود نفس الاسم التي تحمله زوجة ستيفن في اول حلقة من مسلسل هاوس اوف ذا دراغن نجد الملك فيزيرس الاول من عائلة تاقيرين وهو الملك الذي وصل للعرش بفضل مجلس خاص في عهد الملك جهيرس الاول في المجلس اختار النبلاء فيزيرس ليكون ولي لعهد ولكن عند وصولنا لنهاية الموسم الاول نعلم بان الخلاف الحقيقي سيكون على خلافة الملك فيزيرس الاول وبعد ان اعرفت عن القصة الحقيقية التي اقتب اسمها الكاتب الاحداث الرئيسية للرواية ستلاحظ شيء جورج مارتن لم يضع شخصية واحدة لتكون متلدا كما هي في القصة الحقيقية ولكن شخصيتين الاولى هي رينيرس والتي خسرت تصويت مجلس النبلاء في ولاية العهد في بداية الحلقة الاولى لمصلحة الملك فيزيرس والثانية هي رينيريا والتي حصلت على ولااء النبلاء لولاية عهد والدها في نهاية الحلقة الاولى كما لو ان الكاتب يعطينا مثالين عما لو حصلت متلدا على الولاء من البداية او انها لم تحصل عليه من البداية فماذا سيحدث اضافة لخسارة رينيرس هو مثال على ان النبلاء في ذلك العالم لن يقبلوا ملكة تقودهم وايضا في نفس الحلقة نتعرف على شخصية اخرى وهو الوريث الشرعي الذكر في ذلك الوقت شقيق الملك دايمون وهذا هو الاختلاف بالاحداث طبعا مع اضافة وجود عالم سحري بتنانين تطير عند وفاة ابن هنري الاول كان الملك بلا زوجة لهذا تزوج مرة اخرى املا في انجاب وريث ذكر اخر لكن هذا الامر لم يحدث وقد يكون بسبب عقم الزوجة كان من المستحيل الطلاق فضطر الملك لدعوة المجلس لتنصيب متلدا كوريثة له لكن في رواية مارتن نجد الملك يتزوج بعد مجلس تنصيب ابنته وينجب ابناء ذكور وهما يغير لحده حسب العرف فان ولاية العهد يجب ان تسحب من الاميرة لكن الملك رفض هذا الامر هذا الصراع بين الابن الكبرى والذكور الاصغر سنن هو امر شائع في التاريخ الانجليزي فقد وصل لحكم انجلترا هنري الثامن متخطي خواته الاكبر سنن ماري واليزابيث لكن قد تقول بانه من الافضل عدم الخوض بالتحدث في الاحداث التاريخية حتى لا تفقد انصر المفاجأة عند قراءة الكتاب او متابعة احداث المسلسل لكن استطيع ان اقول لك بانه صحيح ان مارتن في الاحداث المتقدم ومستمر في اقتباس احداث حقيقية من التاريخ الانجليزي لكنك لن تعلم بهذا الا بعد ان يحدث الحدث في المسلسل او تقرأ الحدث في الكتاب فهو لا يقتبس بشكل حرفي الاحداث فقد يقسم حدث واحد لاحداث مختلفة او يجمع احداث في حدث واحد بالنسبة لاستخدام التنانين في العالم الذي صناعه مارتن فقد قال في انه في البداية كان يخطط بان يجعل السلاح التي تملكه عائلة تاكيرين هو النار مثل النار الغريقية في العصور الوسطى ولكنه انفضل ان تكون تنانين تحمل شخصيات حسب الاساطير داخل عالم مارتن فان التنانين هي خليط من مخلوقين الاول يملك القوة والثاني يملك النار منه نتج هذا المخلوق والذي عاش في براكين فاليريا ولم يكن اساسا قد وضع في باله استخدام التنانين كالرسالة حول استخدام الاسلحة النووية حتى انه قال بان الفكرة قرأها في مقالة صحفية وعجبت عموما النجاح الحقيقي للمسلسل تعني بانه مستمر واخطط ان اقوم بسلسلة مستقبلية حول الموسم الاول من المسلسل فيه ساتطرق للموسم الاول والكتاب وساذكر الاحداث التي لم يتكلم عنها الموسم الاول دون الوصول للاحداث في الموسم المستقبلية وستكون السلسلة كمرجع عند بداية الموسم الثاني شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات اخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة اشتركوا في القناة